بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل بقى الموديل اي مما يلي موجود في الخلايا بتاعت النواة اللي هي البداية الاولية واللي موجود في النواة المتطورة برضو طبعا قلنا هيبقى البلازمة من بنين لان هو ده الوحيد المشترك في الاتنين اه طبعا ما نفعش نيوكليس لان البرو كاريوتس يعتبر ما فيش فيهم نيوكليس اصلا اه الكولوروبلاستيز برضو مش موجود في البرو كاريوتس موجود في اليو كاريوتس بس وفي الجرين بلاندس بس والسنتروسوم برضو موجود في اليو كاريوتس بس موجود فيه الانيمال اه 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 كل الصيغة الكيميائية التالية صحيح ما عدا طبعا ما عدا الاجبشان بلو داي لان احنا قلنا ان هي بتتكون من اه اه واحدة كالسيوم واحدة كبر وفورتين سالفر وتين اوكشن اه يبقى المفروض كان يكتب سي اي سي يو تمام لكن الاس ده نكتب اس فورتين و او تن اه from the opposite diagram which represents a section of the periodic table يمثل مقطع من الجدول الدوري which two elements are in the same period اي عنصرين في نفس الدورة طب اكس اند وي لا ده كده اكس اند وي في نفس الجروب لان احنا قلنا ان الجروب هي اللي بتبقى الvertecal الاعمال الرئيسية دي groups والهوريزونتل روز دي هي اللي بتبقى تمام طب اكس وي اه تمام اكس وي اهم في نفس الهوريزونتل رو في نفس الصف الافقي يبقى دول في نفس الوريزونتل روز في نفس الوريزونتل دي لما بيكون الامر ياما فول مون ياما نيو مون تمام هنا مفيش نيو مون يبقى هنا نختار فول مون يعني مع التصحيح يعني لازم نصحح الخطب ان اكسجين اتم طيب واحدة واحدة كده ان اكسجين اتم يعني واحدة بس اكسجين هتتحد مع يعني هيبقى اتش ماش تخلينا حد كده يعني هيبقى اتش شانو بيقول واحدة اكسجين يبقى دي كده الووتر تمام يبقى هل دي هيدينا ايه الامونيا مولوكيول طبعا فولس همرا هيدينا ايه ووتر مولوكيول اه اوبجيكتس ار ويتلس in outer space الاكسام بتكون بدون وزن في الفضاء الخارجي اه طبعا اه فيتامين ايه هو اللي بينظم مستوى الفوسفور والكالسيوم في الدم فيتامين ايه طبعا قولنا فولس ده فيتامين دي بقى نصحها فيتامين ايه ونخليها فيتامين دي دي طبعا الاكواشن اللي بتحصل اه انسايد زا اه جوه الخلايا الحية اه عشان طبعا الجلوكوز بيتحد مع الاكسجين الجلوكوز اللي بنحصل عليه من الطعام اه مع الاكسجين اللي بنحصل عليه طبعا من التنفس من الريسبراتري سيستم اه الاكسجين طبعا بيحرق الطعام عشان يدينا انرجي وبيدينا ووتر وبيدينا كاربون دايوكسايد سي او تو او نكتبها كده كاربون دايوكسايد تشوز اود وورد اوت ان دي منشان دريليشن بيتوين تريست وكمان لازم تقول العلاقة ما بين الباقي هايدرين هليم نيون ارجون طبعا هنخرج هايدرين لان الباقي دول بقى انرتي جازيز او نوبل جازيز اه صوديوم ايون اوكسجين ايون ليثيوم ايون ماجنيزيوم ايون طبعا كنا اغنين الصوديوم والليثيوم دول من الالكيلاي ميتلز والماجنيزيوم ده من الالكيلاين ايرث ميتلز يعني التلاتة دول ميتلز لكن الاكسجين نون ميتلز فالتلاتة دول هيعمله بوزيتف ايون لكن الاكسجين ده هيعمل نيجاتيف ايون يبقى هنخرج طبعا الاكسجين عشان الباقي كلهم هيبقوا ايه بوزيتف ايونز سيلفر كبر اه الومينام او الامونيوم ونيكل طبعا هنخرج نيكل لان ده الوحيد اللي اتراكتد لكن الباقي كلهم نون ماجنيتك ماتيريالز نون ماجنيتك ماتيريالز بريد مولد فانجس يوجلينا بكتيريا بي بلان طبعا هنخرج بكتيريا لان دي الوحيدة اللي برو كاريوتز لكن الباقي دول كلهم ايه يوكاريوتز complete the following sentences both the a cell and the a cell are surrounded by a cell wall ناخد بلنا بقى cell wall ده اصلا احنا كنا نردينه من السنة الفات من سنة ستة انه هو surround the plant cell only and not surround animal cell بقى هو بيحيد بالخلية النباتية فقط طب بس خدنا حاجة بقى كمان السنة دي برضو بيبقى عندها cell wall زي الخلية النباتية اللي هي الباكتيريا لسل يبقى بوث plant cell and bacterial cell اللي اتنين بيحاطوا بسل wall بجدار خلق the atmosphere of the planet a contains methane طبعا الغلاف الجو بتاع انهي كوكب بيحتوى على الميثان طبعا قلنا بتاع اليورينيس وقلنا طبعا هو اللي بيدي له لونه اللي هو greenish blue while the atmosphere of the planet a contains oxygen الغلاف الجو بتاع انهي كوكب بيحتوى على الأوكسجن طبعا بتاع اليورين اللي هي the planet of the life كوكب الحياة in plants water and mineral salts are transported from the roots to the leaves through the A tissue طبعا كنا اخذينها برضو من سنة خمسة او من السنة اللي فاتت ان في النباتات المية والأملاح المعدنية بينتقلوا من الجزور الى الأوراق من خلال الزايلم الزايلم تشو while food is transported from the leaves الاكل بعد ما بيتعمل في الوراق بتاع نبات اللي هو الجولوكوز بيتنقل البعا من اللي هو الجولوكوز اللي هو الجولوكوز study the two following figures then answer the questions below each write the symbols of pools 1 and 2 what is the industrial importance of this fungus طبعا ده اصلا اليست فانغس وخدنا it is used in production of bread and it is used in production of bread and ethyl alcohol production يبعا it is used it is used in making bread and ethyl alcohol production منتجات الاثيل الكحول ballons are filled with oxygen gas البالونات بتتملي بغاز الاؤكسين لا طبعا بتتملي بغاز الهالي واخدنا برضو من السنة اللي فات عشان هو lighter than air اخف من الهوى فبالتالي يقدر ايه الهوى يشيله ويطلع لفوق all organic compounds contain sulfur and hydrogen elements كل المركبات العضوية لازم بتحتوى على sulfur لا طبعا قلنا بتحتوى على كاربون وآه حاجن طبعا احنا بنكتب السيمبل لشان يعتبر برضو بنلاجع على السيمبل يعني ال H E ده هو السيمبل بتاع الهيليم وال C هو السيمبل بتاع الكاربون يوجلينا موفز يوزينج سيدوبوديا اللي هي الارجل الكاذبة لا طبعا مش اللي يوجدينه ده الاميب antimony is a metalloid located in group 3A لا هو الميتالويد الموجود في group 3A كان البول اللي والبي to whom are the following achievements attributed الى من تنسب هذه الاعمال او هذه الاسهامات العلمية arranging elements in periodic table based on atomic masses رتب العناصر في الجدول الدولي على حسب الكوتة اللي الزرية طبعا قلنا ده مندليف discovering the gravitational force ده طبعا العالم المشور جدا newton discovering penicillin طبعا ده العالم flaming او flaming عشان LG تبقى silent calculate the weight of a robot with a mass of 20 kg on earth's surface knowing that the gravitational field intensity is 10 newton per kg احنا خدنا طبعا من المثلس ان الweight بيبقى فوق هنا وهنا على الشمال الماس وهنا طبعا ال gravitational field intensity اللي هي في الحال هنا بتاعت الارض بتبقى تقريبا 10 ماشي هو عايزة نحسب الweight هيبقى طبعا w اللي هو الweight equal times ten او times g احنا خدناه هنا times g والg طبعا في الحالة بتاعت الارض هتبقى ماشي طب نمشي الكون واحدة واحدة هيبقى m times g هيبقى هيبقى طبعا m 20 times g اللي هي بتاعت الارض 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 بتاعت الارض اللي هي تبقى هيبقى 200 200 ناخد ناخد نحسب الويت يبقى اليونت هتكون بالنيوتن write the scientific term for each of the following statements undifferentiated cells capable of becoming specialized cells ماشي خلايا غير مميزة لها القدرة ان هي تصبح خلايا متخصصة طبعا دي stem cells الخلايا الجزائي chemical compounds used to enhance agricultural production مركبات كميائية بتستخدم في تحسين المنتجات الزراعية طبعا قلنا دي اسمها fertilizers مخاليط مكوناتها لا يمكن تمييزها بالعين المجرادة طبعا قلنا دي الهوموجينيوس مكتشارز او السليوشنز المحليل لما بندوب مثلا سكر كده في مية او بندوب ملح في مية طبعا ما بنقدرش نفرق بقى ايه المكونات بتاعتهم عن بعضها القوة المغناطسية اللي ما بين مغناطيس وبين مواد المغناطسية موجودة في مجاله طبعا قلنا دي ايه ب squeezing يوم تجليز او ميجنطيس لان اينا في قمنا بيه windsive retvisible او ربولصيب فوس فلي هتبقى Intro state the number that corresponds to each of the following يعني اذكر الرقم اللي بيعبر عن كل من مالي the number of hydrogen isotopes طبعا قلنا الحرجن ليه 3 isotopes اللي هما البروتين والديوتيريوم والتريتيوم the number of elements in sulfuric acid ناخد بلنا هو عايز ال number of elements ولا ال number of atoms هو عايز ال number of elements ساعد العناصر طبعا ناخد من السيمبلز اللي احنا خدنا السيمبلز بتاعة العناصر الهرجن عنصر السالفر عنصر الاكسجين عنصر يبقى احنا كده عندنا 3 elements اللي هو هرجن سالفر الاكسجين the number of daylight hours in spring عدد ساعات النهار في فصل الربيع طبعا بيبقوا about 12 hours حوالي 12 ساعة لان الليل بيبقى قد النهار في الربيع وفي الخريف تقريبا يعني identify one similarity between electric forces and magnetic forces اذكر تشابه واحد ما بين القوى الكهربية والقوى المرسية طبعا التشابه اللي بينهم ان الاثنين حاجة اسمها field force field forces اللي هما acts on a distance without touching ماشي يبقى acting ممكن بردو نقول المفهوم بقى بتاع field forces acting on objects بتأثر على الاكسجين at a distance without touching ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر